ومعنا من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ومرسلنا هيوة عزيز هيوة إذن تم إحراق جميع مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني هناك في العاصمة العراقية بغداد إثر تغريدة القيادي الكردي طبعا العراقي هوشيار زيباري وهو مسؤول كبير كان وزيرا الخارجية العراقية ما هي ردود الفعل الرسمية هناك من كردستان العراق أيضا كيف ينظر الحزب إلى هذا التطور نعم بالفعل ماجد المقار تم حقها قبل نحو ساعتين من الآن حتى الآن لم يصدر أي ردفعل رسمي من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو أكبر الأحزاب الحاكمة كما نعلم في إقليم كردستان بزعمة مسعود بارزاني ننتظر خلال الساعات المقبلة أن يصدر ردفعل رسمي ومباشر من الحزب الديمقراطي إذا هذا التطور الذي هو تطور فريد من نوعه وغير مسبوق وسيكون له طبعا بحسب الكثير من المتابعين هنا في إقليم كردستان تداعيات خطيرة على العلاقات بين بغداد وأربيل طبعا هناك من يحلل الأمر بأنه رسالة ضمنية مشفرة خاصة إلى كل من بغداد وأربيل من إيران طبعا مفادها أن أي تقارب بين بغداد وأربيل أو أي اتفاق بين الجانبين إن لم يمر من خلال طهران سوف لن يفضي إلى نتيجة طبعا هذا التطور يأتي بعد التقارب الذي حصل بين بغداد وأربيل الأسبوع الماضي فيما يتعلق بإعادة انتشار قوات البيشمرقة الكردية في المناطق المسمات بالمتنزع عليها دستوريا وفيما يتعلق أيضا بالاتفاق الخاص بعودة قوات البيشمرقة بالتعاون مع الجيش العراقي فقط إلى بلدة سنجار القريبة من الحدود وهذا طبعا يشكل مضرة للمصالح الإيرانية وبالتالي طهران بعثت بهذه الرسالة تحاول دق اسفين بحسب هؤلاء المحللين في العلاقة بين بغداد وأربيل نحن ننتظر جميعا صدور الردفع الرسمي من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني هنا في أربيل طيب هناك أيضا عنصر مهم هيواء لم يتم ذكره وهو القوات الأمريكية السفير الأمريكي وأيضا النفوذ الأمريكي هناك في بغداد كان أهم الشعارات التي تم طرحها بأن كردستان الحزب الديمقراطي يدعم الجانب الأمريكي أمامهم يعني هكذا كانت الشعارات إلى أي مدى هذه المسألة أخذت بعدا في هذا التوقيت يعني كما تعلم ماجد هي الحلقات متصلة مع بعضها هو ما يحصل الآن من تطورات على الساحة نتيجة الصراع الخفي والحرب الباردة بين واشنطن وطهران سيما وأن الانتخابات الأمريكية باتت على الأبواب إيران تحاول بقدر المستطاع إبعاد أربيل من المعادلة السياسية أو من الدور الذي يمكن أن تلعبه أربيل مستقبلا فيما يتعلق بإحتضان القوات الأمريكية المتواجدة في الإقليم وبالتالي وكذلك ربما مستقبلا نقل السفارة الأمريكية من بغداد إلى أربيل كل هذه التطورات تقض مضاجع طهران وتحاول الدولة الإيرانية أو الجانب الإيراني يعني زعزعت الاستقرار في المنطقة وخصوصا من خلال ضرب العلاقات بين بغداد وأربيل نحن نعلم الدور الإيراني في المنطقة ومدى توغل إيران في شأن العراقي وتدخلها المباشر في شأن العراقي من خلال أضرعها المتمثلة بالميليشيات الموالية لها في العراق وبالتالي هذه الميليشيات تلعب دورا كبيرا وتحاول أن تفرض نفسها على القانون وعلى الدولة العراقية وأيضا إيران تحاول أن ترسل رسائل غير مباشرة إلى أربيل وبغداد بأن أي تقارب بينهما أو أي اتفاق إن لم يحظى بضوء الأخضر من طهران سوف لن يفضي إلى نتيجة وسوف يفضي في نهاية المطاف إلى مزيد من الفوضى في العراق ولن تؤتي أكلها وبالتالي تحاول إيران إبعاد أربيل وتحجيم دور سلطات إقليم كردستان في هذه المعادلة السياسية وإعطاء الدور للميليشيات الموالية لها لكي تكون هي سيدة الساحة وتفرض رأيها على الجميع طيب كان معي من عاصمة إقليم كردستان للعراق مراسلنا هيوة عزيز